السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ازيكم وعملين ايه؟ يارب تكونوا بألف خير كل سنة وانتوا طيبين رمضان خلاص على الابواب يارب احفظنا جميعا من كل شر روابط عننا الوباء والبلاء واحفظنا جميعا يارب واحفظ اولادنا جميعا زي ما انتوا شايفين هنعمل زينة رمضان بشكل جميل جدا لو لسه مشتراتيهاش او لسه ما عملتيش حاجة او مش عارفة تنزلي تابعيني في الفيديو ده وان شاء الله يطلع معاك جميلة جدا بس قبل ما نبدأ الفيديو متنسوش تعملوا اللايك للفيديو وان لو مش مشتركين في القناة فعلوا زر الاشارات عشان يوصل لكم واني كل جديد دعالوا هنجيب معنا ورقة عادية جدا وقلم بس تكون ورقة حجمها كبير شوية انا هنا حبيت ان انا اعمل شكل بيضاوي مش عارفين تعملوا شكل بيضاوي اعملوا شكل دائرة عادية جدا هي بتبقى حجمها حجم الشكل البيضاوي او الدائرة بيبقى من ستة لسبعة سنطي بالكتير زي ما انتم شايفين كده احنا عملنا هنا الشكل البيضاوي انا فضلت شكل بيضاوي لان انا عملت الدائرة وعملت شكل البيضاوي فلاقيت شكل البيضاوي احلى وشكله حلو تعالوا من هنا كده هنعمل شرطة صغيرة كده وهننزل بيها لغاية تحت هنوصلها بالشرطة من تحت برضو وهنجي قفلنها مع بعض تاني واحدة هنعمل تلاتة تاني واحدة هننزل سطر تحت شوية وهننزل بيه من تحت هنطلع فوق سطر وهنقفلها مع بعض التالتة برضو هننزل من فوق سطر وهننزل بيه ومن فوق هنطلع سطر يعني من فوق هننزل سطر ومن تحت هننزل سطر برضو الجنب التاني هنعمله بنفس الشكل ده زي ما انتم شايفين كده احنا هنا عملنا الجنب التاني اهوات احنا كده هنعملنا هنا الشكل الجنب التاني نفس الشكل التاني برضو تلاتة وتلاتة زي ما انتم شايفين هنحدد كده بالزبط هنجيب كده اي شكل بيضاي او اي دائرة او ترسموا باديكو اه في الواسط كده شكل بسيط كده زي ما انتم شايفين هنقصها بالمقص كده قصة هنهب المقص وهنجيب القطر او هنجيب يعني مقص اي اي حاجة عندوكو تقص هنقص الشكل اللي احنا عملناه ده لتلات اشكال اللي احنا عملناهم دول هنقصهم بالقطر كده زي ما انتم شايفين هنحدد كده ونمشي بالمكان ما احنا رسمنا بالقلم بصوا بقى هيت هنطلعها بالروحة كده هيطلع لنا كده هنعملهم كلهم بنفس الشكل اللي احنا عملناه هيطلع لنا بالشكل ده كده هوت زي ما انتم شايفين هنيجي بقى هنا هنرسم القاعدة بتاعت الشكل بتاعنا هو الشكل بتاعنا عباره عن فانوس هنرسم المسلس اللي فوق الاول اللي هو اول الفانوس من فوق وهنرسم برضو القاعدة بتاعته من تحت القاعدة العادية اللي احنا عارفينها ديت ايوا كده زي موج البحر كده بالمقصة هنقصهم احنا هنحتاج شكل دائري او شكل بيضاوي زي ما انتم حابين انا فضلت ان انا اعمل شكل بيضاوي هنيجي نعمل بقى هلال كده كلنا طبعا بنعرف نرسم الهلال صغير هنرسم هلال كده ونزل شرطة من تحت وليه قاعدة صغيرة هيعد عليها ده الشكل النهائي بتاعي الفانوس بتاعنا اللي هنعمله زينة رمضان انا هنا كنت قصا على ورقة سميكة شوية بحيث ان انا لما اشتغل بيها تكون يعني مسكة نفسها شوية بس انا حبيت اوليكم الرسمة الاول هنا مفيش اختلاف بينهم خالص هي هي الرسمة بالزبط بس انا حبيت ان انا عاملها على ورقة سميكة شوية عشان اعرف ارسمها على ورق الفوم هنجيب بقى ورق الفوم الجليتر اللامع او السادة زي ما انتو حبين لو عندكم ورق الكنسون ده برضو الملون برضو عادي جدا بيدي شكل جميل برضو هنا هنختار كل لونين مع بعض هنختار مثلا هنا برضو اختارت انا هنا لونين دول هنعمل بيهم اول فانوس اه في النهاية على فكرة بتدي شكل جميل جدا اه دي كده بصو هتاخد اتنين معانا اهوت علشان اه تاخد معاك اتنين زي ما انا عاملت ده البيضاء الشكل البيضاوي ده الشكل البيضاوي دوت يعني في لو انا عاقسته بالمصدرة حيطلع مثلا اه حوالي عشرة سانتي او يعني سبعة سانتي بالزبط يعني هو تقريبا سبعة سانتي اه بس انا ما حددتش بقى انا لما حددت الشكل حددت على ورقة الفوم علشان خاطر اعمل منها اتنين هنا برضو بعد ما اصناها وبعد ما زبطناها ورسمناها على الفوم جينا برضو بالقطر عملناها بنفس ما عملنا مع الورقة اه الرسمة في الورقة طبعا الاصائز دي ماشي بنرميها هنحتاجها بصوا بقى زي ما انتم شايفين الهلال والبيض الشكل البيضاوي الصغير ده ياريت يكون من نفس لون الشكل البيضاوي الف الوسط بيدي شكل احلى برضو ده برضو هنعمله بنفس النزام اللي احنا عملناه برضو تعالوا نعمل معاكو آآ تعالوا اعمل معاكو برضو آآ واحدة تانية برضو عشان تعرفوها اكتر انا اخترت اللونين دول مع بعض غامق وفاتح كده بيدي شكل احلى لما بنختار لون فاتح وغامق مع بعض بيدي شكل جميل برضو هنا آآ بصوا هنحدد كده ونمشي من الوسط كده ونحدد انا كلنا كنا مشتركين في الزينة بقى ومو فيش حد سهيب التاني وكنا بنساعد بعض بصوا بقى بالقطر او باي حاجة عندك او بالماص زي ما انتو حابين او يعني على حسب ما انتو مرتاحين تعملوا آآ هتحددوا على الخطوط ديت كده وهت آآ هتفتحوها بالااا بالقطر تقطعوها بالقطر هنا برضو هنحدد شكلة نحدد بالاااا بالقاعدة والمسلس بتوع الفانوس آآ بتدي والله في النهاية شكل طحفة جدا تي بقى بداعي في البيت بقى ويعملي كل حاجة يعني انت حاولي وبردو طرق سهلة جدا يعني هنا كده بصوا لقى الشكل النهي للفانوس بصوا هنا انا عملت آآ شكل كده يعني بيدحك وله عيون من فوق هنجيب بقى مسدس شم او لو مش عندكم مسدس شم هنجيب اي مادة لصقة من المكتبة هنلزق كده في بعضه بقى هنحط الاسمايل برضو والعيون هنحط عيون الفانوس لما بتتعلق والله يا جماعة بتدي شكل طحفة جدا ومش مكلفة خالص يعني بصوا بقى ده الشكل النهي اهو تبصوا تعالوا نعمل آآ فانوس تاني نعمل معاك واحد كمان برضو هنا لونين دولت برضو مع بعض كده آآ في برضو آآ الوان كانت بتبقى مقصرة معايا مباش ان انا يعني بتباش باقي منها قصائص فكت بحاول ان انا يعني اجيب الوان متنسكة مع بعضها كده زي ما انتو شايفين آآ يعني مش شرط يعني هي بتبقى الاحلى انك تعملي شكل الهلال والشكل البيضاء والعيون والاسمايل كده من نفس اللون مثلا الازرق بس انا علشان خاطر كانت عملت بالموجودة عندي وخلاص ومحبش ان انا اشتيري تاني فآآ يعني مشيت الامور والحمد لله بتلقيت شكله جميلة هوات هعمل كل الكمية اللي شايفينها دي عملت ما شاء الله كتير جدا دول بقى يعني عندي بص قد ايه عملت قد دي ما شاء الله وسهلة جدا والله آآ دي بقرة شريت ستان آآ بتلاتة جنيه ونص من المكتبة برضو او باربعا جنيه يعني هي مش غالية خالص يعني آآ ده شكل الهلال كده انا عملته بايدي هنسيب حتة صغيرة كده بحيث ان انا هنقمر بطها وهنجيب ضهر الفانوس وهنعلق بقى على شريت الساتين اتمنى الفيديو لو عجبكم والزينة لو عجبتكم تدعموا الفيديو باللايك علشان الفيديو يترفع وكلنا آآ كل دقائنا ومتابعينا يشوفوا الفيديو بصوا بقى لما تتعلق كده بص بدي شكل جميل ازاي هنعلق الكمية دي كلها ما شاء الله في الشريت الساتين وتعالي نشوفوها مع بعض آآ شوفوا هنا كده علقناها بصوا الشكل والجمال عمل ازاي بقى والالوان مع بعضها لما بتتعلق طبعا بتدي شكل اجمل تاني اتمنى الفيديو يكون عجبكم لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ومشترك في القناة بفعل زين الاشعارات علشان يوصلوا مني كل جديد بصوا الالوان حلوة زي مع بعضها كل سنة وانتوا طيبين اترككم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة